روتين سكنورين اللي رح يصدمك في فعاليته وبقوته وقدرته على علاج أقوى مشاكل البشرة يشيل التصبغات اللي بالبشرة وآثار الحبوب البنية إضافة إلى أنه يبيض بشرتك الاحتواء على مادة الأزلك أسد يشيل المسامات يقضي عليها يشدها ويزيلها تماما المسامات من أكثر الأشياء والمشاكل اللي تشوه البشرة حتى لو حطيتي ميكوب الفوايد كثير بس لحظة بوريكم الحين قوام الكريم الحلو بنات بكريم سكنورين أنه قوامات جدا كأنه مرتب جدا خفيف تمتص بشرتك بسهولة وبسرعة ما يترك طبقة على وجهك إضافة يا بناتي لأنه ما يسبب وخص ولا تحسس ولا تهيج ولا إحمرار عشان كذا هو يناسب البشرة الحساسة لكن البنات اللي يحسون بوخص خفيف أو تهيج هذا بس يكون أول ربع ساعة بعدين رح يختفي إذا استمر أكثر من ربع ساعة ونادرا ما يستمر شيله وغسلي وجهك معناها الكريم مناسبك هالكريم بنات دائما نافذ من الصيدليات لأنه قوي وفي نفس الوقت يناسب كل أنواع البشرة يناسب الحامل والمرضع أيضا بنات ما فيه أي خطورة ما فيه أي أعراض جانبية أو أضرار ما يحرق البشرة جدا لطيف زي ما قلت لكم بنات يشد المسامات يشيل آثار الحبوب يشيل التصبغات إضافة إلى أنه يشيل التصبغات اللي حول الفم البنات اللي يعانون من تصبغات حول الفم وسواد كريم سكانورين راح يشيلها لك طبعا من منظرة رايح فيها أنا استخدمتها هذه العلبة الثانية اللي أستخدم فيها سكانورين وخلصتها وتدرون بنات أنه يستخدم التفتيح وتبيض المناطق الحساسة إضافة إلى كل هذا سعره رخيص بالثلاثينات سعره مرة رخيص تقدرين تقشين من الصيدلية لأنه يخلص في سرعة تخيلوا بنات معي واحدة بالدوام وجهها دايما في آثار بنية وحبوب حتى حول الفم عندها في حبوب المهم صارت لها فترة كذا وجهها هي لق نظارة ومشدود أنا قلت بس نسوي أبر نظارة أكيد يعني لأن النظارة اللي بوجهها فيها لمعة فيها قلوي الحلوة ذيك اللي مرة مرة بيرفكت والآثار يا بنات قسما باللامة مسوحة مسحة مختفية مختفية يعني لو كانت بسوية بوتوكس ما كانت راحة الآثار ما لا دخل فهمتوه أنا على طول كذا سألتها لأنها هي جنبي سألتها قالت أنه أنا أستخدم رتينس كانورين وطلعتها كذا قالت أنا عليه تقريبا أسبوعين بس تخيلوا بنات أسبوعين بس بشرتها تلق لج وما في تهيج وما في قشور ووجهها ياخذ العقل وما حطت ولا 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 نقطة ميكب وإضاءة الدوام عندنا قوية وبيضة يعني ما في مجال العيوب توضح مرة هي بشرتها ما شاء الله من بعد سكانورين صارت خرافية النتائج حرفيا بنات خيال طبعا لما بدأنا نصالفه زي كذا قالت لي أنت اللي نصحتني أستخدمه من زمان وأني توني أستخدمه شفتوا كيف بنات شفتوا نصايحي كيف ما ألعبنا كينورين بنات يعالج لك أشياء كثير مشاكل كثير في بشرتك منها الوردية والكلف تعرفون الكلف بنات اللي يصير فيه تصبغ كذا كثير يكون ناتج من مصادر الحرارة أو من أشعة الشمس أو من إهمال البشرة إلي أن تجف جفاف قوي فيطلع فيها كلف كينورين رح يبيض لك الكلف ويقضي عليها ويشيلها إضافة إلى أنه رح يشيل لك النمش النمش اللي تكون حبوب لونها بني صبغية مو آثار حبوب لا حبوب صبغية كذا دوائر اللي تطلع بالأجانب سكينورين المادة اللي فيه اللي هي الأزلك أسد تركز على صبغة الميلانين اللي هي تسبب التصبغات فيجدد من خلايا بشرتك يعطيها نظارة وشد ويقشرها وفي نفس الوقت يبيض بشرتك تقدرين تستخدمين الجسمك أنا عن نفسي أخلطها مع كريم مرطب بس أحط كريم سكينورين أكثر من الكريم المرطب وأوزعها على كامل جسمي إذا كنت أبغى على منطقة الساق الأفخاذ أي منطقة في جسمي أوزعها عليها وصراحة بنات النتائج خرافية طبعا أشتري أنا كذا علبة عشان يكفيني أما عن طريقة استخدام سكينورين للوجه بنات فرح تغسلي وجهك بالغسول المناسب هو روتين ليلي يعتبر وبعد ما تغسلي وجهك راح توزعين كريم سكينورين على كامل وجهك ومنطقة الرقبة ما تنسينها وبداية الصدر أول مرة وثاني مرة راح تخلينا أربع ساعات وتغسلين وترطبين ثاني مرة راح تخلينا ست ساعات ونفس الشي تغسلين وترطبين بعد كذا راح تخلينا يوم كامل تنامين فيه وإذا صح يتيتغسلين وترطبين